سلام عليكم شباب معكم دستينجر او جهدي في هذا الفيديو رح نتكلم معكم عن دستيني 1 و دستيني 2 2 في واحد شون الاشياء اللي كانت سيئة في دستيني 1 و رح تتحسن في دستيني 2 طبعا في مقال رح اقلال لكم اياه هذا المقال وفي شيء معلومات من عندي من خبرتي دي في دستيني طبعا إذا انت ما كنت تديني أنا لعب دستيني من أيام البيتة من أول ما نزلت إلى آخر شيء لهذا الفترة يعني لراحت فلعب دستيني هذي ثلاثة نواة كاملة عندي خبره فيها اذا عندك اي سؤال اي استفسار اكتبه في الكومنت تحت رح ارد عليك اي شيء ينخص في دستيني المهم نرجع إلى محور حديثنا اشياء فشلت في دستيني 1 رح تتعدل في دستيني 2 اول شيء واهم شيء الديلسي الفترة اللي بينهم كم ديلسي نزال عنددي في دستيني 1 تقريبا اربعة اتوقع ان ما نزيت احد منهم هذي اربع ديلسيات في كم في ثلاث سنوات نزلت اللعبة 2014 واحنا في 2017 فهذه المسافة مرة كبيرة الصراحة سوت ثقرة كبيرة في دستيني خلت شعبية اللعبة تنزل وفوقها طبعا ما هي موجودة على البيسي فاكيد رح نتقل شعبية اكثر اكثر فدستيني 2 رح يتعدل هذا الشيء مئة بالمئة ليش لان اريك حرشنبرغ اتوقع هذا اسم صحي كده او خطم مو متأكد المهم هذا السي او لشركة من اكتيفجين طبعا اكي تكون بنجي مع اكتيفجين في تعاقل بينهم هذا الشيء خاصي منه شنو قال قال انه بين ديلسي و ديلسي كان في مسافة كبيرة جدا فعشان كذا رح ننضيف استوديوات اكثر تساعدنا تسوي ايش كنتت معاهم او ديلسيات اكثر فصراح تكون ديلسيات دستيني 2 اسرع في وقت اقل بحيث تكون نفس الجودة حلوين طيبين هذا شيء ممتاز حلو الشيء الثاني ناس كثيرة تكلمت عنه قالت ان ديستيني 1 ما فيه مقاطع سينمائي كثيرة حلو انا هذا الشيء احتمال اتفك فيه بشكل بسيط واحتمال له لان اساسا اللعبة اذا تبي تلعب فيها وتحست استمتع فيها مشطنة فيه مقاطع سينمائية هذا شيء ما اتفك فيه انا ابدا بس ناس تحب بس انا اهم شيء بالنسبة اللي اشوف سبب كبير خلي الشعبية ديستيني تنزل بشكل كبير ان القصة ما هي موجودة في اللعبة نفسها كيف راح اشرح لك بالتفصيل طبعا قصة ديستيني موجودة في موقعهم على طريق مثل كارد او زي الكتب تقراها او مقالات تاخذ هذه مقالات تقراها راح تفهم اشياء كثيرة عن قصة ديستيني مثلا عن كروتا من ابوه من اولاده شنو كيف جاو شنو تفكيرهم هذه الاشياء تعطيك جاو في اللعبة تخليك تفهم اللعبة بشكل كبير حلو هذه الاشياء ما هي موجودة في اللعبة تيجي اللعبة ما تفهم شن اللي صاير تدخل تضرب واحد تقضي عليه تاخد مثلا ريليك وما تدري انت ليش تجالس تسوي هذه الاشياء هذه الاشياء كلها مشروحة في القصة موجودة في ديستيني في اللورز في ناس مختصين في هذا اشياء انا عرف كذا واحد مختصين فيهم عندك مثلا شيكوب وخميس يسوي قصص كثيرة عن ديستيني هذه الاشياء اللي هي موجودة في اللعبة اساسا راح تفيدني بشكل مرة كبير واساسا راح تستمتع في اللعبة لانك تعرف شن الجرس تسوي اتمنى في ديستيني 2 هذا شيء من كل قلبي اتمنى تكون القصة موجودة داخل اللعبة ونظر ان نروح نفتح كتب او اشياء نقدر نفهم شن اللي بصير هذه اهم الاشياء بالنسبة لي اللي احس فشة ديستيني 1 فيها هو اتمنى تطور في ديستيني 2 طبعا ذكره وشي واحد راح يتصلح مئة بالمئة بالنسبة الى الديل سي راح تنزل اكثر هذا شيء ممتاز انا هاد بنجد فرحان له وشي الثاني راح اتمنى ان يحطوا القصة كامل في اللعبة ما يحتاج نطر ان نروح الى مكان ثاني اذا في شيء ثالث في بالك او تحس ان في شيء مهم يكون في اللعبة في ديستيني 1 يتطور في ديستيني 2 اعطنا رأيك بالكومن من تحت ونتشارك الموضوع يعني مثلا في الكروسبل بكل بين باتش و باتش يتغير اللعبة بشكل كبير يعني اذا لعب ديستيني شهر تقطعها شهرين ترجع ما راح تشوف نفس ديستيني لكن تلعبها ذاك الشهر لان جميع الاسلحة تغيرت جميع البركات تغيرت كأنك اللعبة الثانية في الكروسبل اتمنى بعض ان يكون في توازن كبير من ناحية الكروسبل لان مكفوض احصار عندهم خبرة من ديستيني 1 ثلاث سنوات مفروض كروسبل ديستيني 2 يكون شي جبار مفروض يعني وعلى طريق الكروسبل طبعا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي تاريخ 18 هذا الشهر راح يكون في بث مباشر الى ديستيني 2 ليش؟ لان راح يكون البيتا البيتا على البلايستيشن 4 راح ينزل قريب ينص يوم الاثنين الجاي ويوم الثلاثة تاريخ 19 راح يكون على اكس بوكس وين انا ما راح لعب على اكس بوكس راح اضيره على البلايستيشن راح اجرب جميع الشخصيات الهنتر والتايتن والورلاك راح يسوي فيهم بث مباشر راح اطول في البث 3 الايام هذه وان شاء الله تستمتعون فيه بشكل كبير فاتمنى هذا الشيء يعجبكم واذا انت ما طلبت ديسي وحابت تشوف اخر الاشياء عن ديستيني 2 لا تنسى تجي معنا على البث مباشر اول ما تنزل فان شاء الله ما نقصر معكم وكم معكم ديستيني قرأوا جهدي اذا عندك اي سؤال اصدار اكتب ليها في الكومنت تحت وراح ارد عليك في اقرب وك ممكن شكونا ياخي في جاي سلامة اشتركوا في القناة